بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى حمداً ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر الصائمين فمن رحام بيت الله الحرام يتجدد اللقاء في ظلال أيام هذا الشهر المبارك ولياليه في هذا الشهر الذي حلت عشره الأواخر نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بواسع مغفرته وعفوه وعافيته وأن يكتبنا وإياكم والمسلمين جميعاً من السعداء والعتقاء الذين تقبل الله صيامهم وقيامهم وغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وكتبنا وإياكم فيمن أدرك ليلة القدر إيماناً واحتساباً فغفر له ما تقدم من ذنبه معشر الصائمين أما وقد مضت من هذه العشر الأواخر جملة من أيامها المباركة فها هنا وقفات ثلاث فيما يتعلق بختام هذا الشهر وما نقبل عليه بين إدبار رمضان وإقبال العيد وقفات ثلاث الوقفة الأولى أيها الكرام فيما يغشانا من هذه العشر الأواخر ويمر بنا من نفحات وهبات وبركات عظيمات أودعها الباري سبحانه وتعالى في جوف هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان فإنها حقيقة زينة الشهر وعصارته هي أريج رمضان الفواح وقلبه النابض الذي يمتلئ خيرا وبركة وقد أودع الله سبحانه وتعالى بينها ليلة القدر التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر قال السلف العمل فيها خير من العمل في ألف شهر من أجل ذلك كان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي نقتدي به ونتأسى به وننصبه لنا قدوة نقف خلفها ونسير في إثرها أنه كان يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر ولا في غيرها من أيام العام كان عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة فإحياء الليل كله بالقيام من بعد صلاة العشاء حتى الفجر في هذه الليالي العشر سنة نبوية كما تحكيها أمنا عائشة رضي الله عنها وهو أيضا يجتمل على معنى الاجتهاد في قيام الليل والاشتغال بقراءة القرآن فإنه ما عمرت ليالي هذا الشهر المباركات وعشرها الأواخر على وجه الخصوص بشيء مثل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاته والتلذذ بالسجود بين يديه والبكاء والانطراح والدعاء وأن يكون قوام هذا القيام قراءة لكتاب ربنا وتدبرا في معانيه وعيشا مع آياته وسوره العظام هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الفعلي عضده أيضا هدي قولي بقوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وبقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كل ذلك مجموعه يقودنا إلى أن نكون أيها المباركون فيما بقي من أيام شهرنا أشد حرصا مما مضى فأحدنا فيما سبق من أول الشهر حتى هذه الساعة إما محسن مجتهد أو مقصر مفرط فأما الأول المجتهد الحريص المحسن الذي قد ملأ أيام شهره من أوله طاعة وعبادة واجتهاد وقربه فهو والله أولى وأحرى أن يختم شهره بمزيد من الاجتهاد وأن يكون له في هذا الختام مزيد عناية فإنما الأعمال بالخواتيم ومن اجتهد فهو أحرى أن يكون سابقا إن الخيل إذا قاربت الوصول جدت في المسير فجد رحمكم الله وإن كان الآخر مقصرا أو مفرطا قد ضاعت منه ساعات في غفلة أو في عدم اجتهاد فيما ينبغي أن يكون عليه من أول الشهر فهو آكد أن يكون في أيامه الباقيات أشد حرصا وانتباها فربما أدرك المتأخر ما لم ينله المتقدم والتوفيق بيد الله ورحمة الله واسعة والله يختص بفضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم تأملوا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله إنها إشارة إلى استنفار أهل البيت جميعا إلى مسؤولية الآباء والأمهات في توجيه البنين والبنات والأخذ بأيديهم نحو المعالي وأن نجعلهم جميعا يشاركون الأمة في هذا الاستباق الكبير نحو مرضات الله نحو عفو الله نحو العافية نحو الفوز بالجنان والدرجات العلا من الجنة هذه مسؤولية وأمانة عظيمة جزء من التربية التي ننشئ عليها ناشئتنا في منهج قويم استبصرون فيه منذ نعومة أظفارهم وغضاضة حياتهم وأعمارهم ومنشائهم وصباهم وكبرهم ومراهقتهم وشبابهم أن يبصروا في البيت حرصا وتوجها في ليالي العشر واستنفارا وإقبالا على الطاعة ناهيكم عما يصحب ذلك في البيوت من البركات والخيرات الوقفة الثانية معشر الصائمين والصائمات فيما يتعلق بزكاة الفطر أو صدقة الفطر وقد ثبت فيما أخرج الآئمة الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يتعلق بصدقة الفطر أما حديث ابن عمر وقد أخرجه الجماعة فقال فيه رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ففي لفظ البخاري قال وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففي الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط هكذا يحكون فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن زكاة الفطر معشر الصائمين والصائمات واجب أوجبه الله عز وجل على أمة الإسلام في أعقاب صيامهم لشهر رمضان وإما سميت بزكاة الفطر أو صدقة الفطر لأنها تعقب صيامهم لرمضان وإفطارهم شكرا لله وتحدثا بنعمة إتمام الشهر المبارك الذي وفقهم الله عز وجل لصيامه وقد قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى أن قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدقة الفطر طعمة للصائم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم في صومه مما قد يكون أصابه من الرفث واللغو وما لا ينبغي فتكون صدقة الفطر بهذه المثابة تطهيرا لصيام الصائمين وهي إطعام للمساكين حكمة جليلة تتجلى في تشريع صدقة الفطر في ديننا معشر المسلمين أما إنها واجبة ولأنها واجبة فقد أفاض الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان هذا الوجوب وما يتعلق به في وقته ومقداره وصفته وكيفيته أما إنهم متفقون رحمهم الله أن صدقة الفطر تكون يوم العيد أفضل ما يكون قبل خروج الناس إلى الصلاة فإن تعذر ذلك أو شق جاز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وبعض الفقهاء يجيز تقديمها منذ أول الشهر لأن سبب الوجوب عنده الصيام الذي حصل به الفطر من رمضان وهذا متحقق منذ أول ليلة من ليالي رمضان وعلى كل حال فإن الأغلب من الصائمين المسلمين إنما يخرج زكاة فطره توكيلاً يوكل فيه جهة أو مؤسسة رسمية أو جمعية مخولة أو شخصاً يثق به فينقل زكاته ويوصلها إلى المستحقين من الفقراء ينبغي أن تخرج صدقة الفطر وتقع في يد مستحقها فإنه واجب لا تبرأ الذمة إلا به أما التساهل وغض الطرف وإعطاء من يلقاه الإنسان في طريقه دون أن يتحقق حاله اكتفاء بشعار أو علامة قد لا تبرأ به الذمة معشر الصائمين فاتقوا الله في صدقات فطركم وأوصلوها إلى من يكون مستحقاً لها الفقير والمسكين الذي لا يجد كفايته أو قوت يومه والحاجة هنا أعمى من أن تكون حاجة طعام أو شراب أو مال وكما أن التحري واجب فواجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته عن من يمونهم وينفق عليهم يدخل في ذلك صدقة الفطر عن زوجته وعن أولاده البنين والبنات وعن من ينفق عليهم داخل بيته كالخدم الذين هم عنده أو تحت يده وكذلك تخرج صدقة الفطر عن الجنين الذي لا يزال في بطن أمه أسوة بسنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فإذا أخرج الرجل زكاة فطره وتحرى فيها المستحق لها فإنه يعطي صدقة الفطر مما نص عليه الحديث وجمهور الفقهاء أمة الإسلام يرون صدقة الفطر لا تجزئ إلا بالطعام على ما تقدم في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين ولأنها منصوصة في الحديث صاعا من طعام وهذا الطعام سواء كان من التمر كما جاء في الحديث أو البر أو الشعير أو كما جاء في بعض روايات الحديث من الأقط ونحوه من طعام الناس بنى عليه الفقهاء أن الطعام الذي يكون قوتا لأهل البلد أو قوتا للمزكي يجزئ إخراجه في زكاة الفطر طالما كان طعاما وقوتا يقتات عليه الناس فلذلك أصبح الناس في الآوينة الأخيرة يخرجون زكاة فطرهم من الأرز في عامة البلدان التي يكون فيها الأرز قوتهم وطعامهم أو ربما أخرجوه من الدخن أو من الذرة بحسب البلاد وطبيعتهم وقوتهم وعادتهم في الطعام والشراب الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر يخرج صاعا من طعام عن كل إنسان والصاع ليس هو الوزن بالقرام المتعامل به اليوم لكنه يمكن قياسه وقد أبان العلماء مقدار الصاع من التمر كم يكون وكل نوع من التمر يختلف مقدار وزن صاعه عن النوع الآخر وكذلك مقدار الصاع من الأرز أو مقدار الصاع من القمح وغيرها من أنواع الطعام أما التمر فإنه يتفاوت بين الاثنين كيلو ونصف إلى الأقل من الثلاثة كيلو جرامات وبعضهم يجعله احتياطا ثلاثة تامة بحيث تكون هي المقدار الواجب والقدر الزائد صدقة يتطوع بها حتى تبرأ ذمته بيقين هذا الطعام الذي يخرج عن الفرد الواحد فإذا كان يخرج زكاته عن والديه إذا كان يعيش معهما أو عن أحدهما إذا كان يظفر بشرف سكناه معه والعيش وإياه أو يخرجها أيضا عن زوجاته وعن أولاده وعن من يمون وينفق فإنه يجعل هذا الصاع عن كل فرد من أفراد أسرته يخرجها المسلم سواء كان غنيا أو متوسط الحال أو دون ذلك فإذا أخرجها الميسور ومن وسع الله عليه فوصلت صدقة فطره واجتمعت منها عدة أنواع لدى الفقير أصبح الفقير هو الآخر قادرا على إخراج صدقة الفطر فهل يجوز للفقير أن يخرج مما جاءه من الزكاة؟ الجواب نعم لأنه قد تملكها وأصبحت بين يديه فهو يخرجها أيضا بما أوجب الله عليه وإنما تسقط عن العاجز الذي لم يجد صدقة الفطر ولا سبيل له إليها فذاك الفقير الذي سقط عنه الواجب لعجزه عنه ولفقره وعدم قدرته على إخراجها فيما ذهب بعض أهل العلم من فقهاء الإسلام إلى جواز إخراج صدقة الفطر بقيمتها من النقود فإذا كان صاع التمر أو صاع الأرز يساوي كذا وكذا من الريالات أو جنيهات أو الدنانير وغيرها من أنواع العملات باختلاف بلاد الإسلام فإنه تخرج قيمتها وتعطى للفقير يشتري بها طعاما أو لباسا أو دواءا أو حاجة مما يحتاج هذا القول والذي قد قال به من السلف الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز والإمام الحسن البصري رحمهم الله وغيرهم من فقهاء السلف فإنه قول قال به بعض فقهاء الإسلام واتجه إليه بعض المعاصرين ويرأوه فرصة لأن يعطى الفقير مالا وإن كان هذا القول خلاف ما عليه جمهور الأمة وفقهاؤها من السلف والخلف في الأعم الأغلب إلا أنه قد يكون مندوحة ومتسعا لمن لا يسعه إخراج صدقة فطره طعاما لأي سبب من الأسباب والأحوط والأولى والأبعد عن الخلاف والأوفق للنص الذي وردت به السنة أن يكون طعاما لما تقدم بيانه أيها الصائمون هذه جملة موجزة مختصرة فيما يتعلق بأحكام صدقة الفطر وما الواجب على المسلم ويبقى التنبيه والتأكيد معشر الصائمين إلى ضرورة العناية والاهتمام بهذا الأمر فإنه واجب ثم هو تطهير للصائمين في صيامه الذي ربما انخرم في أيام شهره بشيء من التقصير واللغو والرفث كما جاء في الحديث وهو إغناء للفقير يوم العيد عن السؤال بما يجتمع إليه من نقود أو من طعام هو أيضا توسعة هي صورة من صور المواساة في المجتمع المسلم والتكافل الذي أحيت الشريعة الإسلامية معانيه وأبرزت معالمه في مجتمع إسلامي حميد تسوده المحبة والمودة والإخاء الإيماني الطاهر الذي اختصت به أمة الإسلام عن سائر الأمم أما الوقفة الثالثة التي نختم بها هذا اللقاء معشر الصائمين فما يتعلق بالعيد الذي يقبل على أمة الإسلام بعد إتمامهم عدة الصيام في شهر رمضان سواء أتموا ثلاثين يوما أو رأوا هلال العيد قبل ذلك بعد ليلة التاسع والعشرين فإنهم يستقبلون شعيرة من شعائر الإسلام العيد العيد في الإسلام فرحة وبهجة العيد في الإسلام طاعة وعبادة العيد في الإسلام ختام ركن من أركان الدين وهو الصيام أو ركن من أركان الدين وهو الحج كما في عيد الأضحى عيدان لا ثالث لهما لنا أمة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجدهم قد انشغلوا بلهو ولعب فسألهم فقالوا هو يوم فرح كان لهم في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى يوم العيد يحمل معاني عظام ينبغي أن تتفهمها أمة الإسلام وهي تستقبل عيدها العيد فرحة وبهجة شرع لنا فيه الفرح والبهجة والسرور كما شرع لنا ليالي رمضان البكاء والدموع والخشوع والخضوع فسبحان من جعل شريعته بحكمة بالغة تلبي فطرة الإنسان وما يحتاجه في مشاعره وأحسيس قلبه في عبادة نقضيها أياما متتابعات نصف الأقدام نعيش معنا التضرع والخضوع والإخبات متلذذين بالبكاء فإذا جاء العيد تقربنا إلى الله بالفرح والسرور بالبهجة والحبور بالتوسعة على الأهل والعيال بما ينعم الله عز وجل على العبد فيفرح ويفرح به من حوله الابتسامة البهجة لبس الجديد والتزاور والتهاني وتبادل التبركات والدعوات ليلة العيد ويومه هي صورة من صور الفرح الذي ينبغي أن نحيي به هذه الشعيرة أمة الإسلام فإنه عيد عيد لأننا نعتاده كل عام ويتكرر معنا كل سنة عيد لأننا نعيشه ويتكرر كل ما امتد بنا العمر فأدركنا مثل هذا اليوم في زمانه من العام المقبل لأعاده الله علينا وعريكم بكل خير ويمن وعفو وعافية العيد بهذا المعنى تصحبه جملة من الأحكام والسنن والمستحبات فمنذ أن يحل العيد بحلول ليلته بعد إتمام التاسع والعشرين من رمضان إذا رؤي هلال العيد أو إكمال يوم الثلاثين إتمام عدة رمضان فإنه يشرع التكبير من ليلة العيد تكبيرا يملأ الأفق والفضاء والأرجاء فضلا عن ملئه في البيوت وفي الصدور وعلى الأفواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير يمتزج بحمد لربنا سبحانه وتعالى تكبير يمتزج بإفراده بالعبودية والألوهية وحده سبحانه وتعالى تكبيرا ممتزجا بشكر وتعظيم وثناء على المنعم الذي أكرمنا بإدراك شهر رمضان فما أتممنا العدة والله قد قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فها نحن نكبر ونهلل ونشكر ربنا حامدين سبحانه وتعالى نحمده أن بلغنا الشهر نحمده أن أعاننا على الصيام والقيام نحمده على أن أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا نحمده أن مد لنا في العمر فأدركنا مواسم الخير وادخرنا في صحائف أعمالنا من الحسنات والطاعات ما نرجو أن يكون زيادة لنا في الدرجات وتكفيرا للسيئات في مظاهر الفرحة بالعيد نملأ الدنيا تكبيرا يعلم العالم كله أن أمة الإسلام أمة موحدة تعرف ربها وتعظمه وتكبره ليلة العيد ويوم العيد حتى يخرج الناس لصلاة العيد هذا العيد الذي نعيشه أمة الإسلام عيد يبقى عيدا مهما تبدلت الظروف واختلفت الأحوال واسمحوا لنا جميعا أمة الإسلام أنه لا ينبغي أن يزيح الفرحة بالعيد أو يبعده عن القلوب والنفوس والبيوت والمجتمعات المسلمة أي عذر وأي طارئ مهما كان فافرحوا بعيدكم ولو كنتم في جوف بيوتكم افرحوا بعيدكم وابتهجوا به بين أهليكم وأسركم وأطفالكم ومن حولكم في بيوتكم افرحوا بالعيد فإن الفرحة به عبادة والسرور به مطلب شرعي وإحياء لمعنى عظيم من معاني الإسلام في تعظيم الشعائر والله قد قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أما صلاة العيد أمة الإسلام يشهد الناس صلاة العيد فيخرج الصغار والكبار والرجال والنساء حتى مل صلاة عليه من أهل الأعذار كالحيض يشهدن بركة ذلك اليوم طهرته كما تقول الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله عنها ما زلنا نقول يبقى العيد عيدا وتبقى فرحته قائمة نسأل الله كما بلغنا مطلع هذا الشهر وأوله أن يتم لنا ويختم لنا بخير وأن يتقبل منا ما أودعناه في شهرنا من الصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الصالح وأن يرضى به عنا سبحانه وتعالى ونسأله جلة قدرته أن يجعل عيدنا فرحة وبهجة وابتهاجا بفرج قريب ومخرج عاجل اللهم يا كريم يا منان نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلام أن تتم نعمك وأفضالك وإحسانك إلى عبادك اللهم هؤلاء عبادك قد صاموا وقاموا لوجهك الكريم فتقبل منا ومنهم يا رب العالمين واجعل صيامنا وقيامنا غافرا لذنوبنا بفضلك ومنتك يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا الصيام والقيام والدعاء وسائر العمل الذي وفقتنا له يا حي يا قيوم واجعله ذخرا لنا يومنا القاك واكتبنا في السعداء العتقاء في هذا الشهر الكريم نحن ووالدين وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين ربنا نسألك العفو والعافية اللهم عفو عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا حي يا قيوم اللهم ارحم البلاد والعباد واكشف الغمة وارحم الأمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين